موسيقى مشاهدين أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من جولة الصحافة والتي نصحبكم فيها بالنقاش والتحليل مع باقة من الأخبار التي تداولتها الصحافة الأجنبية والعربية وكذلك الصحافة العبرية وسنقرأ وإياكم مشاهدين أيضا في ختام هذه الجولة بعضا من العناوين في الصحافة الإلكترونية وكما المعتاد نبدأ جولتنا باستعراض سريع للعناوين التي سنناقشها في هذا اليوم وأول ما أبدأ به من الصحافة الأجنبية تحديدا صحيفة الجارديام التي عنونت تجارب لقاح أكسفود أثبت فاعليته مع جميع الأعمار أما فيما تعلق بصحيفة ديلي ميل فكتبت تقارير ألمانية تشير إلى مخاوف أوروبية من اتساع هيمنة الصين فيما موقع ميدل إيست مونيتور فعنون أزمة ماكرون الحقيقية مع القيم الفرنسية أكثر من الإسلام أما موقع ميدل إيست آيفا عنون هو الآخر محو مواقع التواصل الاجتماعي للحسابات الفلسطينية إشارة إلى مستقبل قاتم أما فيما يتعلق بالصحافة العربية فلدينا عدد من العناوين أبدأ من القدس العربي التي كتبت وعنونت تصعيد روسي كبير للرد على التقدم التركي على الجبهات الإقليمية وتحديدا في سوريا أما صحيفة الشرق الأوسط أيضا تتحدث عن ترتبات أممية لمفاوضات يمنية تكون وجها لوجه على غير المعتاد لكن صحيفة اللواء فكتبت حملة التنديد أو استمرار حملة التنديد ضد الإساءة للرسول وتظاهرات في بغداد وغزة ضد ماكرون فيما من الصحافة العبرية فاخترنا لكم لهذا اليوم تحديدا من مكوريشون دعوة إسرائيلية لحل بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية لكن مشاهدين أيضا لا ننسى بأننا سنقوم في ختام هذه الجولة أيضا بقراءة العناوين في الصحافة الإلكترونية وسنقرأ في الجزيرة نت وكذلك في الخليج الجديد ومن ثم في عربي 21 ثم سنختم بموقع البي بي سي العربي وأبرز ما ورد فيه وجاء من عنوين الآن أتحول إلى قراءة مفصلة ونقاش أيضا في الصحافة البريطانية ومعنا من لندن الصحفي عادل الحامدية الذي يصحبنا عبر سكايب سيد عادل أهلا وسهلا فيك الغاردين تتحدث عن بشرة سارة فيما يتعلق بفيروس كورونا وتتحدث أن تجارب لقاح أكسفورد أثبت فعاليته مع جميع الأعمار هل نحن فعلا أمام لقاح سيقلب الطاولة في هذه الفترة نعم أستاذ عادل أستاذ عادل نعم أنا أعرف أن الصوت يصل إليك ولكن صوتك لا يصل إلينا بالمطلق فأتمنى أنك نعم أسعد الله مساءك أهلا فيك تفضل لك كل التقدير والمحبة لك ولمشاهديك الكرام طبعا أستحذر هنا في هذا التقرير بيت أو بيتي ربيعة لبيد بن ربيعة العامري عندما قال فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر نحل بلادا كلها حل قبلنا ونرجو الفلاحة بعد عادل وحمري هذا هو تقريبا ما يلخص جهود العلماء البريطانيين وجامعة أكسفورد واللقاح الذي يجري أو السباق الذي يجري بين الجامعات العالمية والمراكز البحث العلمية من أجل إيجاد لقاح ينهي هذه الأزمة أزمة كورونا التي حصلت أكثر من مليون نفس بشرية إلى حد الآن وما زالت هناك مخاوف من أن شتاء هذا العام ربما يكون قاسيا على مختلف الصعود لا سيما على المستوى الإنساني اللقاح الذي تحدثت عنه صحيفة الجاردين يقول بأن آخر أنه في المرحلة الأخيرة من التجربة وأن هناك ربما أوامر صدرت من الدوائر الصحية إلى بعض المستشفيات البريطانية بأن هناك كمية من الأدوية سوف يتم توزيعها على المستشفيات المحلية في بريطانيا حتى قبل أن تتم إجازة هذا الدواء من منظر الصحة العالمية لوقاية التواقم الصحية لمواجهة فيروس كورونا نحن نتحدث في بريطانيا عن ارتفاع كبير في عدد الإصابات في الأسبوع القليلة الماضية وفي الأيام الأخيرة نحن نتحدث عن معدل إصابة يوم فاق العشرين ألف إصابة ومعدل الوفيات أيضا نحو 150 فما فوق وفاة به اليوم وبالتالي فإن هذا الأمر قد أصاب الحياة البريطانية في مقتل بل إن بعض المناطق والمدن البريطانية قد عاد وأغلق من جديد وأغلق الإغلاقا جزئيا وبعضها إغلاقا تاما حتى في العاصمة لندن ربما عمدة لندن يفكر في بعض الأليات لمواجهة انتسار فيروس كورونا المؤسسات الاقتصادية والمصانع مشلولة هي الأخرى المطارات مشلولة حركة الطيران مشلولة وكل هذا يتأثر بالوضع في كورونا وتأثر أيضا بالأبحاث الجارية لكن مع هذا التفاؤل الذي يبدو قد يقول صاحبه بأنه قد يقلب الطاول على فيروس كورونا ويجعل من إمكانية العودة إلى الحياة الطبيعية أمرا ممكن مع منتصف العام المقبل أي منتصف العام 2021 نعم نعم أستاذ عادل كنت أستمع فقط من باب المبادلة للحديث أما وأنك قطعناك بشكل غير مقصود نعرف أن روسيا على سين المثال قد تقول بأنها تملك لقاحا هناك حديث بأن الصين تملك لقاحا أيضا لفيروس كورونا دونالد ترامب يعد منتخبيه في أمريكا بأننا سنعطيكم اللقاح مجانا ما مدى جدية الحديث الذي تحدثت عنه أوكسفورد هذه المرة أوكسفورد تتحدث عن نتائج علمية وتتحدث عن تجارب حقيقية تمت على أرض الواقع لكن هذه التجارب إلى حد الآن يشير تقرير نشرته البي بي سي قبل قليل على صفحتها الرئيسية يقول بأن ربما تداعيات أو نتائج هذا اللقاح ليست مضمونة مئة بالمئة وأن كبار السن ربما قد يكونون أقل استجابة من الصغار وأن هذا اللقاح لا يعفي تماما المرضى من إصابة كورونا ثم كذلك أن نسبة المناعة وفق تقارير صحية صدرت اليوم نسبة المناعة تتضاءل بنسبة للذين أصيبوا بوباء كورونا إذن هذه التقارير الآن كلها ما زالت قيد البحث والدراسة وكلها ما زالت قيد التجريب نحن نتحدث الآن عن المرحلة الثالثة من تجربة هذا اللقاح نتحدث أيضا كما قلت في السابق بأن نتحدث عن توجه لإقرار هذا الدواح حتى قبل إجازته من منظمة الصحة العالمية هذا يعني عمليا بأننا أمام التجارب لا زالت لم تصل بعد إلى النتيجة المطوبة وهذا طبيعي في تاريخ موجات الأوبية حيث أن اختراع الأدوية عادة ما يتطلب بعض الوقت من أجل ليس فقط فهمي أداء وإنما أيضا من أجل إيجاد التركيبة الملائمة لموجات هذا الوباء وأعتقد بأننا ما زلنا نحتاج إلى بعض الوقت كما يقول رئيس الوزراء البريطاني جونسون نفسه عندما صارح البريطانيين وقال علينا أن نتوقع بأن خريفة وشتاء هذا العام ربما يكونان قاسيان بالفعل ليس فقط على بريطانيا وإنما على العالم بأسفل طيب نتحول معك سيد عادل إلى الديلي ميل والتي تحدثت في الخبر الأخير في صحيفتها هناك تقارير ألمانية تشير إلى مخاوف أوروبية من اتساع هيمنة الصين عالميا هذه التقارير طبعا مصدرها ألمانيا وبالتالي هل فعلا أصبحت الصين هاجسا يؤرق أوروبا؟ الصين أو وجود أو تنامي الدور الصيني أو ما يسمى بالقوة الناعمة الصينية في البلدان الأوروبية ليس حديثا الحديث الآن يجري في ألمانيا عن أن الصين وما يسمى بالجيل الخامس وموضوع هواوي ربما يخترق الصين وربما يتم استخدامه من أجل تأكيد نفوذ الصين في القارة الأوروبية طبعا الألمان لم يخترعوا شيء جديد هذه المخاوف مخاوف وجود الصين ليست وليدة هواوي وإنما هي قديمة وربما منذ عقد من الزمان الأوروبيون يتذكرون أنهم في مطلع القرن العشرين كانوا هم الذين ذهبوا إلى الصين للسيطرة على الموانا الصينية وربما لفتح الصين الآن الأمر يحصل عكسا الصينيون اخترقوا تقريبا كل الموانا الأوروبية وهم الآن يسيطرون على جزء كبير من الاقتصاد في عدد من الدول الأوروبية المهمة نتذكر أيضا أن أوروبا عندما واجهت وباء كورونا وربما واجهت ارتباكا حقيقيا في بداية مواجهة هذا الوباء ولجأت إلى الصين التي ربما ساعدت عديد من الدول الأوروبية في مواجهة الموجات الأولى من وباء كورونا وبالتالي الصين أو القوة الاقتصادية الناعمة واختراق العالم عبر هذه القوة الاقتصادية ليس حديثا وإنما هو ربما يعود إلى عقد من الزمان والحزب الشيوعي الصيني ربما الآن أيضا اقتنع مرة أخرى بأن أحسن وسيلة لتغيير العالم وربما للهيمن العالم والتأثير في العالم هي عبر البوابة الاقتصادية ولذلك ربما هنا الآن نحن نتحدث عن أن الصين لم تعد تهدد الولايات المتحدة الأمريكية فقط وإنما الآن هي تهدد الأوروبيين ويقول التقرير بأنه أصبح من الصعب الآن على الدول الأوروبية سواء المجتمع أو من فريدة أن تأخذ قرارا لمواجهة صين أو لقطع العلاقات مع الصين بعد أن أصبحت الصين تمثل جزءا أساسيا من مراكز القرار ليس فقط الاقتصادي وإنما حتى مراكز القرار السياسي لأنها اخترقت المؤسسات العديد من الدول الأوروبية الفاعلة ومن مراكز اتخاذ القرار في هذه الدول وبالتالي الصين الآن أصبحت هاجسا حقيقيا للعديد من الدول الأوروبية وربما كما يقول التقرير بأن مواجهتها قد تحتاج إلى بعض الجهد وبعض الوقت وربما كثير من الأثمان الباهدة طيب دعنا نتحول من هذه المواجهة إلى مواجهة فرنسا للعالم الإسلامي حيث أن ميدل إيست مونيتور عنوان أزمة ماكرون الحقيقية مع القيم الفرنسية أكثر من الإسلامية ما الذي كان يقصده الموقع بهذا العنوان؟ طبعا التقرير هو عبارة عن مقال رأي لكاتبة مصرية دكتورة أميرة عبد الفتوح وتقول بأن المشكلة الرئيسية للجمهورية الفرنسية أو للسياسيين الفرنسيين طبعا هذا الأمر يأتي على خلفية التصريحات أو الهجوم الذي يشنه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون على الإسلام والمسلمين وتأكيده مرة أخرى وتمسكه مرة أخرى بأنه لن يتراجع عن نسر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم والتي يقول الإعلام الفرنسي بأنها هي التي تقف خلف ما أقدم عليه الشاب الشيشاني عندما قام بجربته البشعة المرفوضة بكل المقاييس الدينية والقانونية بذبح مدرس لمادة التاريخ طبعا أميرة عبد الفتوح تقول بأن المشكلة لا تتعلق بمواجهة إرهاب وإنما تتعلق بعقلية وسورة نمطية لدى القيادات أو السياسيين الفرنسيين في مواجهة الإسلام وأن موقف القيادات الفرنسية من الإسلام ربما قديم ومحكوم بعقدة تاريخية سابقة لهذه الأعمال الإجرامية وتقول بأن المشكلة مشكلة الفرنسيين أو السياسيين الفرنسيين أنهم لم يستطيعوا إلى حد الآن الانسجام مع توجهات العلمانية نفسها التي تقتضي الاعتراف بالتتعددية الدينية والثقافية والعرقية التي تتكون منها الجمهورية الفرنسية وأن السياسيين الفرنسيين ما زالوا إلى حد الآن يعاندون في الاعتراف بالمسلمين على الرغم من أن هؤلاء لم يعودوا ربما عنصرا طارئا على الساحة الفرنسية وإنما هم عنصر الأساسي المكون للجمهورية الفرنسية بل تعود عبد الفتوح إلى القول بأن المسلمين ربما كانوا جزءا أساسيا من سيادة فرنسا ومواجهة المد الاستعماري الذي كان يريد أن يحتل فرنسا وتشير إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية وتشير إلى أنه لو لا دور المسلمين لكانت فرنسا ربما الآن لن تكون جمهورية بهذا المعنى أتحول إلى آخر العنوين معنا أستاذ عدل في جولة الصحافة اليوم وهو من موقع ميدل إيست آي والحقيقة أنه ركز على موضوع مهم من الناحية الفلسطينية لكن من جانب ربما لا ينتبه إليه كثيرون حول محو مواقع التواصل الاجتماعي للحسابات الفلسطينية الموقع في عنوانه يقول بأن تلك إشارة إلى مستقبل قاتم كيف بنى الموقع هذا الحكم؟ ربما أستاذ يحيى نحتاج لفهم هذا العنوان الرئيس إلى قاعدة أساسية تتصل بعملية التواصل اللغوي بين بني البشر كنا سابقا نقول بأن اللغة هي أداة للتواصل بين بني البشر ولم نكن نعرف بأن اللغة في حد ذاتها هي أداة التفكير بمعنى أنك عندما تعرف اللغة في حد ذاتها هي بنفسها أسل بين البشر لا أكثر ولا أقل ولكن تبين مع الوقت بأن هذه الأدوات أو لغة التواصل هي في حد ذاتها علامة لغوية وبتفكير وأداة التفكير اللغة الوسائل للتواصل الاجتماعي كان البعض يعتقدون بأنها ربما عبارة عن أدوات للتواصل وأن من أوجدوها لم يوجدوها فقط من أجل إلهائنا أو من أجل تسهيل أو تيسير حياتنا فحسب إنما أيضا من أجل التحكم والوصول إلى المعلومة ويقال دائما في السياسة بأن المعلومة أو امتلاك المعلومة تجعلك قادر على اتخاذ القرارات الصائبة أو القرارات على الأقل الأقرب إلى مواجهة المشكل المراد حله عندما يتعلق الأمر الآن بالشأن الفلسطيني في الساحات التواصل الاجتماعي تبين مرة أخرى بأن الذين يهيمنون على وسائل التواصل الاجتماعي يعني هنا الفيسبوك والجوجل وتويتر كما يقول التقرير هؤلاء جميعا لهم رسالة مهمة وهي استثمار هذه وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إعادة صياغة العالم اشتشهد التقرير بما يقال بأنه عبارة عن غض الطرف لهذه الوسائلة عن ربما ملفات فساد لنجل مرشح الرئاسي الديمقراطي جوي بايدن وقال بأن مثل هذه الأعمال حصل أيضا بالنسبة للفلسطينيين بأن تم إغلاق العديد من المواقع أو من الحسابات التابعة للفلسطينيين في محاولة أيضا لإيصال رواية واحدة للرأي العام الدولي وهي الرواية الإسرائيلية فيما يتصل بأشأن الفلسطيني والحقيقة أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يشتكي فيها الفلسطينيون من أن مواقع التواصل الاجتماعي تضيق الخناقة على روايتهم وتغلق مواقعهم وصفحاتهم كل مرة وإنما هذه ربما محاولات متقدمة لفرض الرواية الإسرائيلية وفي كل مرة تغلق هذه الحسابات أو تحذف بعض المنشورات دون سبب واضح من قبل القائمين على هذه المواقع شكرا جزيلا لك الصحفي عادل الحامدي كنت معنا من لندن عبر اسكايب ودعونا مشاهدين نتوقف وإياكم الآن مع هذه الجولة من الأخبار الدولية في أخبارنا الدولية لهذا اليوم نقرأ هل يستطيع محمد بن زايد تهديد تركيا؟ هكذا تناولت الصحافة الفرنسية غضب المسلمين والمقاطعة محللون الإسلاموفوبيا بأوروبا لا تقتصر على المتطرفين فأوظبي وأنقرة أفضط إلى كشف محدودية ما لدى الإمارات من سلطان حتى أن ضابط استخبارات غربيا قال قد نكون شهدنا أقط نشرت صحيفة فينينشل تايمز تقريرا عن الصراع التركي الإماراتي وقال التقرير إن المنافسة بين أبو صاما يمكن أن يصل إليه المد الإماراتي من نفوذ بالمنطقة فما جرى في ليبيا نموذج للدلالة على أنه إذا ما ألقت قوة جادة بثقلها كالتركيا فلا يوجد الكثير مما يمكن للإمارات فعله تطرقت الصحف الفرنسية إلى ردود الفعل العربية والإسلامية حيال تصريحات ماكرون وتحت عنوان استنكار ودعوات للمقاطعة بعد تصريحات ماكرون قالت صحيفة لوموند إنه في الوقت الذي نددت فيه عدة دول عربية بمقتل ساموئيل باتي رفضت موقف ماكرون من نشر الرسوم المسيئة كما نشر موقع أوروبا واحد الفرنسي تقريرا طرح فيه تساؤلات حول مقاطعة جزء من العالم الإسلامي للمنتجات الفرنسية أما مجلة تشالنج فخرجت بعنوان تصريحات ماكرون عن الانفصالية تثير طوفانا من الانتقادات أما لا ديباش الفرنسية فعنوانات تنامي التوترات ضد فرنسا ماذا يجري في العالم العربي؟ أكد محللون أتراك أن هناك حالة تنامي واضحة في كراهية الإسلام في أوروبا مشددين أن الإسلاموفوبيا لا تقتصر فقط على اليمين المتطرف كما يتم تصويره وقال الكاتب التركي حسن بصري يالتشين بصحيفة صباح إن هناك زعما بأن القيمة الأوروبية تحترم الهويات والقيمة الدينية ولكننا اليوم نرى أن الإسلاموفوبيا السائدة ليس فقط لدى اليمين بل في جميع أنحاء أوروبا وتابع إنهم يعتقدون أنه يمكنهم حتى تنظيم دين الإسلام نتيجة لماضيهم الاستعماري والعنصري وهذا رأي سائد لدى الجميع مشاهدين معكم الآن في فقرة كاتب ومقال ومقال اليوم الذي اخترناه من صحيفة الدستور الأردنية والذي يأتي تحت عنوان يريدون أن يحرقوا مشاعرنا وهو للكاتب حسين الرواشته الذي يصحبنا بالمناسبة أيضا عبر الهاتف لنقرأ أكثر فيما ورد خلال هذا المقار ساذ حسين أهلا فيك معنا كان لافت أن المقال في مطلعه يتحدث عن عملية فهم ربما لما فعله الآخرون بنوى ولماذا أساء إلينا لابد أن نفهم أولا ما فعلناه نحن بأنفسنا هكذا تقول فما الذي فعلناه نحن مرحبا بك أهلا العالم الإسلامي الأمة الإسلامية تتقهقر تعيش في مناخات من الآخرين بالتالي أعتقد أننا المسلمين والأمة بشكل عام فعلنا بأنفسنا أكثر مما فعله الآخر بنا أو على الأقل يعني يوازي من حيث الاستبداد ومن حيث الفتاد ومن حيث التخلف العلمي ومن حيث العطالة الحضارية لنقدم للعالم ما ينبغي أن نقدمه إذا ما أخذنا القيم التي اتحدث عنها الدين الإسلامي ولكن هذه المقارنة أستاذ حسين هل معنى ذلك بأنها تدفعنا نحو تجاوز مثلا الوضع الحاصل على سبيل المثال ما بين فرنسا والعالم الإسلامي بالعكس تجعلنا أكثر غضبا وأكثر قدرة اليوم على الرد على ما استهزاء الآخر بنا جردة الحسابات ليست للذات فقط وليست للتجريح وإنما لاستعادة على فرنسا في حملة المقاطعة التي انطلقت من الشعوب المسلمة من ملايين الشعوب المسلمة مع كلها من الحكومات قوة واستعادة القدرة على الرد نحن اليوم ببساطة استطعنا في فضع أيام أن نرد بشكل مؤثر التي استجابت للداءات الشعوب وكما تذكر في بيانات وزارة الخارجية الفرنسية أمس وكانها تشكو من هذه المقاطعة وتطالب الحكومات بردع المقاطعين من الشعوب وبالتالي نحن لدينا من الممكنة ما يمكن أن نفعل للرد على الآخر الإسلام التي حدثت أكبر من أن نستوعبها بحديث مجاملة أو بمنطق السماعة أنا أعتقد المسألة لا تتعلق بإساءة فقط من ماكرون وإنما اليوم يتشكل في الغرب تيار خوي جدا هناك اليوم يطرح مشروع الإسلام الأوروبي هناك قبله مشروع الإسلام الفرنسي هناك قانون معدل في فرنسا منذ 115 عاما على القانون الذي صدر 1905 حول علاقة الدين بالدولة والكنيسة بالدولة يعدني اليوم استنتاج المسلمين ومنع مساجدهم ومنع مدارزهم وبالتالي أنا أعتقد يجب أن نجهز أنفسنا كمسلمين اليوم لأيام قادمة أخر المقال هم يريدون أن يحرقوا مشاعرنا إسلامو كوست بن قسين وأن يفرزوا من أسوأ ما فينا هل فعلا هذا ما يريد طيب؟ ليست فقط على صعيد الأخليات والجاليات المسلمة هناك وأنه أوسى من ذلك لكن أستاذ حسين أنت كتبت في ما يريدونه أم أن هناك ربما أهداف أخرى وراء ذلك أنا أعتقد المسألة بدأت بالإسلاموفوبيا وكنا نتساءل لماذا يكرموننا كانوا يتعمدون الإساءة إلى المسلمين كانوا ينشرون الصور كانوا يحرقون صور النبي ويهاجمون هناك آلات العمليات منذ عام 2012 في معظم الدول الأوروبية صفاعات الرأي أيضا تشير إلى حالة كبيرة من الكراهي في دول مثل السويد ومثل فرنسا وألبانيا واللؤية المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية في جهة المسلمين أعتقد أن المرحلة تجاوزت الإسلاموفوبيا إلى الإسلاموكوز حرق مشاعر المسلمين ثم تطورت لاحقا إلى إعداد قولنات هذه الإساءات في قوانين تمنح الحكومات الغربية إعادة هيكلة الإسلام هناك ورسم أو إيجاد نسخة أخرى لإسلام غير مفابق للإسلام الحقيقي بما يتماشى مع الخط السياسي أعتقد أيضا السياسة دخلت كسب التأييد في ظل تصاعد حالة اليمين المتطرف أعتقد اليوم أننا في مواجهة بين إرهابية شكل الانتخابات ومتضار المطالح على الخط وأصبح المسلمون والإسلام عموما هو المطية التي يركب السياسيون هناك لكسب الأطف من بعض المتطرفين هناك وبعض المجانين أيضا لدينا يمكن أن يحدث صداما عنيسا بين أتباع الأديان وبين أتباع الثقابات وبالتالي نحن اليوم نحذر من مغفة الاستمرار في هذه الإسعاد لأن نتائجها ستطال الجميع وستهدد مطالح الغرض قبل أن تهدد مطالح العالم الإسلام شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الكاتب حسين الرواش تكنت معنا عبر الهاتف ودعونا الآن مشاهدين نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود مشاهدين من جديد أهلا بكم سنتحول الآن إلى قراءة في عنوين الصحافة العربية ولكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب من ضمام ضيفنا معنا هنا في الستيديو الصحفي أحمد كامل أهلا بكم أستاذ أحمد والعنوين التي لدينا في هذا اليوم بداية من القدس العربي والتي عنونت حول الوضع في سوريا ولكنها تناولته من روسيا حصل قصف إجرامي شديد الدناء على الطريقة الروسية وأدى إلى مقتل ما بين جانب آخر تناولت التصعيد الروسي الكبير للرد على التقدم التركي على الجبهات الإقليمية ما هو شكل هذا التصعيد الروسي؟ 40 إلى 80 مقاتل ومدني مقاتل ومدني مجموعة المصابين حوالي 150 شخص ما بين قتيل ومصاب ولا نعرف بالضبط الأرقام وهذه المشكلة لأن المنطقة هي منطقة خارج اهتمام العالم كله ولكن تقديراتنا بأن عدد الشهداء وليس القتلى الشهداء هو من 40 إلى 80 شخص والصحيفة تتوقع بأن هذا بسبب التقدم الذي حققه الأزربيجانيون استعاد الأزربيجانيون أراضي كثيرة من أراضيهم المحتلة من قبل الغزاة الأرمينيين ولكن هذا مجرد توقع يجب أن نعرف أن هذا تحليل مرسلة القدس العربي هبا محمد وليس الحقيقة بالضرورة ربما تكون هناك أسباب أخرى هناك تيار الصحف كل هنبار ستقول روسيا ترد على تركيا وهذا يبرر القتل ونحن لا يجب أن نبرر القتل هذا ممكن ممكن أن تكون روسيا ترد على التقدم التركي ليس بالضرورة هو الحقيقة قد يكون وقد لا يكون وأنا أميل إلى أنه ليس كذلك أتحول معك إلى موضوع آخر أيضا في أزربيجان أو من تدعمهم تركيا الأزربيجانيين هم في الحقيقة أتراك وحققوا تقدم هذا تفسير سهل أنا أرى صحيفة أخرى تناولت الشأن اليمني ألا وهي صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت أو تحدثت عن ترتيبات أممية لمفاوضات يمنية وجها لوجه وقد تكون ربما هذه المرة الأولى التي يجلس فيها أو سيجلس فيها اليمنيون وجها لوجه لكن لنعرف بداية تفاصيل هذا الخبر ستكون المرة الثانية أنهم اجتمعوا سابقا في السويد قبل سنتين ولم يحصل شيء ولم يحصل شيء وهذا هو أهم شيء في الموضوع أنه صحيفة الشرق الأوسط متفائلة قليلا في مشروع أممي غريفث اللي هو مبعوث الأمم المتحدة عرضوا على الطرفين طرف ما يسمى بالشرعية وحتى الكلمة بدي توضيح شوية ما عدنا نعرف من الشرعية باليمن المفروض أنها حكومة هذه يفترض؟ يفترض ولكن ليس لها سلطة حقيقية على الأرض بالمقابل الطرف الثاني الحوثيين وهم عملاء لإيران وسلاحهم إيراني وقرارهم إيراني وبالتالي يجب التفاوض مع إيران وليس معه يعني الطرف الأول يجب أن تتفاوض نيابة عنه مع السعودية والطرف الثاني يسمى بالشرعية واجتمع مع الحوثيين والسفير البريطاني بحسب ما تقول صحيفة الشرق الأوسط السفير البريطاني قال بأنه حصل تقدم وربما وعلى شيء مؤسف للغاية والشعب اليمني حقيقة مغيب عن هذه الآلية المبعوث الأممي اجتمع معه ما يجتمع الطرفان وجها لوجه خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم وربما يتم التوقيع على اتفاق سلام أو على الأقل اتفاق لوقف طلاق النار الصحيفة متفائلة وأنا لست متفائلة طيب في موضوع الإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحدثت صحيفة اللواء وكتبت استمرار حملة التنديد ضد الإساءة للرسول وتظاهراتهم في بغداد وغزة ضد ماكرون يعني يجب أن نعرف بأنه ماذا فعل ماكرون لأنه أنا شايف فيه شوية فوضى في الموضوع الموضوع ليس فقط موضوع الرسوم الموسيئة لا الموضوع أكبر من هيك بكتير ماكرون يريد أن يضع قانونا خاصا للحد من نشاط المسلمين ولتقييد نشاط المسلمين في فرنسا وهذا شيء نازي قريب من النازية لا يجوز في أي دولة في العالم فما بالك في دولة تقول بأنها دولة القانون وأنها دولة المساواة ودولة العدالة ودولة العلمانية هذا مناقض للعلميين والهندوس كل أديانة للدنيا موجودة في فرنسا فإذا يكون بتصريحات مجنونة فقد صوابه هذا الرجل يقنية أن تضع قانون للمسلمين عدم المصافحة إذا إمرأة رفضت أن تصافح رجل أو رجل رفض أن يصافح إمرأة هذا تطرف ليس تطرف وليس تزمت يكون موجود في الدين في النهاية في كثير من الأديان لا يصافحون ما سماه الانفصالية ما تترجمه الصحف بالانفصالية وهو حقيقة التعبير السليم والانعزالية أن المسلمات لا يصبحون في مسبح مختلط طيب اليهوديات أنا عارف ذلك أنا عيش في فرنسا في مسابح خاصة لليهوديات لا يصبحون مع الرجال فهو يعني وصل إلى مستوى نوع من الهيستيريا يعتبر وزارة الخارجية تعتبر الدعوة للمقاطعة بأنها عمل متطرف كيف عمل متطرف أنا يعني الدعوة للمقاطعة عمل ديمقراطي وحر وليبرالي في غاية السلمية وكان البيان لافت بأنه استعلائي تقريبا يفرض الأمر على من يقاطعون الأمر لا يقتصر على الرسوم والرسوم رفض الرسوم عمل ديمقراطي أنا مصر على أن أعلنت قررت في عام 2018 بأن الرسوم المسيئة للنبي مخالفة للقانون وليست حرية رأي ليس مننا يجب أن نحترم قواعد الديمقراطية وقواعد الدستور المحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان حرية الرأي أنك تهين مقدسات آخرين وهذا ما يحاول ماكرون وفرنسا بشكل عام أن تقوله بأنها حرية رأي وتعبير وهي ليست كذلك نتوقف الآن عند هذه الجولة من الأخبار المنوعة ثم نعود في أخبارنا المنوعة لهذا اليوم نقرأ البابا فرانسيس يعين أول كاردنال من أصول إفريقية وفاة أكبر معمرة في بريطانيا عن هذا العمر هل استبعد أوزيل من تشكلة أرسنال بسبب مواقفه الإنسانية أعلن بابا الفاتيكان فرانسيس عن نيته تعين 13 كاردنالا جديدا أحدهم من أصول أمريكية أفريقية وقال البابا مخاطبا المحتشدين في ساحة القديس بوتروس في الفاتيكان بأنه سيعقد في 28 من نوفمبر المقبل اجتماعا من أجل تعين 13 كاردنالا جديدا بينهم المطران ويلتون جريغوري رئيس أساقفة واشنطن عن 72 عاما وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن تعين رئيس لأساقفة واشنطن كاردنالا يعد ممارسة عادية غير أنها المرة الأولى التي يعود فيها هذا المنصب لرجل كنيسة أمريكي من أصول إفريقية توفيت يوم السبت الماضي السيدة جوان هوكارد أكبر معمرة في بريطانيا وفق ما ذكرته بي بي سي وتوفيت هوكارد في بيتها في مقاطعة دورسيت عن عمر يناهز 112 عاما بحسب ما أوردته عائلتها وتعتبر هوكارد من مولد 29 من آذار مارس من عام 1908 أكبر معمري بريطانيا وقالت العائلة إن جوان كانت تؤمن بعدم وجود أي سر في العمر الطويل وإنها كانت تحب تناول الزبدة والقشدة وتسخر من فكرة الحميات الغذائية تحدث مدرب أرسنان للإنجليزي ميكيل أرتيتا عن قراره بشأن استبعاد النجم الألماني مسعود أزيل من صفوف فريقه في بطولة الدوري المحلي والبطولات الأوروبية وقال أرتيتا إذا كان عليك القيادة فعلى الآخرين أن يثقوا بك ولكي يثقوا بك عليك أن تكون صادقا عليك أن تكون صادقا وجاءت تصريحات أرتيتا رداً على إيركوت سوغوت وكيل أعمال أزيل وكان سوغوت قد طلب تصريحات واضحة بشأن استبعاد أزيل وأكد أرتيتا سابقاً أن استبعاد أزيل جرى لأسباب فنية ولتذبذو مستوى إسرائيلية لحل بديل عن إقامة الدولة ماذا في التفاصيل؟ المدن وضفها فقط المدن فقط مركز المدينة يكون إمارة عشائرية فلسطينية يحكمها زعماء العشائر والمدن السبعة اللي هي جلسة مضحك يعني التفاصيل مضحكة من موجة الإعجاب بالإمارات يقترح أنه نعمل الإمارات الفلسطينية المتحدة أن تكون جنين ونابلس طول كرم كالقيليا رمالة ريحاء ونصف الخليل مش كل الخليل وغزة سبع مراكز مدن هذه تصير إمارة إمارة نابلس إمارة جنين ويحكمها زعماء العشائر هو يقول لك أن الفلسطينيين يحترموا زعماء العشائر عندهم أكتر ما يحترموا السلطة الفلسطينية منسلم المدينة فقط لزعماء العشائر والريف كله بروح لإسرائيل وإسرائيل ومش دولة الإمارات السبعة لا كل إمارة هي دولة لوحدها تعمل اتفاق مع إسرائيل والريف كله بروح يعني إذا حسبناها إذا بتشوف الخريطة مضحكة هي بيكون 90% من الضفة الغربية راح لأنه الضفة الغربية معظمها الريف والاتفاق الإمارة تكون مثل الإمارات مثلا الشارقة هي مدينة فقط نقطة نقطة واحدة وعجمان مثلا وأم القوين ما فيه مساحة من الذي يطرح هذا الطرح؟ واحد إسرائيلي مستشرك إسرائيلي اسمه مردخاي كيبيدار أظن بهذا المعنى ولكن مصدق حاله يعني هو مصدق النكتة شكرا لك أستاذ أحمد كامل الصحفي كنت معنا اليوم في جولة الصحافة ولكن سنتحول الآن إلى آخر الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا تحذير خاص من وزير الصحة التركي لسكان إسطنبول حول كورونا حث وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة سكان مدينة إسطنبول على توخي الحذر من فيروس كورونا مع بلوغ عدد الإصابات بالمدينة 40% من الحصيلة الإجمالية للبلاد وقال الوزير إن مخاطر الوباء في إسطنبول ستتواصل بالإزدياد بسبب الظروف الموسمية موضحا أن إسطنبول تحل في المرتبة الرابعة عشر ضمن قائمة أكثر مدن العالم إزدحاما ما يعني تفاقم مصاعب مكافحة الوباء فيها وشدد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل مكافحة الوباء داعيا سكان المدينة لتوخي أقصى درجات الحذر فوتشي يحدد موعد البت بفعالية لقاح ضد كورونا حدد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فوتشي الأحد موعد البت بفعالية لقاح ضد فيروس كورونا وقال فوتشي في لقاء مع شبكة بي بي سي إن نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر ستشهد الإعلان عن فعالية لقاح مضاد لكورونا من عدمها وتابع أن ذلك لا يعني البتء الفوري بحملات تطعيم بهذا اللقاح إذ سيتم الانتظار نحو شهر لحلول العام 2021 قبل البدء بنشر اللقاح على نطاق أوسع الآن وإياكم في آخر محطات جولة الصحافة وبشكل سريع نستعرض وإياكم العناوين الرئيسية في بعض المواقع الإلكترونية ونبدأ من موقع الجزيرة نت فشل الهدنة الثالثة في قرباغ والجيش الأذربيجاني يسيطر على مدينة جديدة طبعا هذا الحرب المستعرة ما بين أذربيجان وأرمينيا منذ نحو أسبوعين ولوتان في خنادق انفصاليين جورني كورباغ شباب لا يدركون نكسات معسكرهم أرمينيا وأذربيجان هل سنار حربا روسية تركية في القوقاز ويتساءل الموقع أيضا حول سيناريوهات الحرب بين الطرفين أيضا من العنوين في الجزيرة نت انتخابات أمريكا ترامب بعد الفوز انطلاقا من فلوريدا وبنسلفانيا وحملة المرشحين تدخل أسبوعها الأخير أنتقلوا الآن أيضا إلى موقع آخر وهو الخليج الجديد وأمير قطر يستقبل باش آغا وسيالا من الطرف الليبي طبعا تحديدا من قبل حكومة الوفاق والحديث عن توقيع اتفاقية أمدعوميها أيضا في الخليج الجديد مصر عبد الرحيم علي يهرب إلى دبي بعد تسريب وهيه من ضمن العنوين أيضا على موقع الخليج الجديد ليبيا واتفاق جينيف لماذا تناقضت مواقف القوى الإقليمية رغم توقيع مدازيمة برلمانية وتغييرات في العقيدة العسكرية وصلاحيات الرئيس دستور الجزائر أمام الاستفتاء خلال أيام نترك موقع الخليج الجديد ونتحول الآن إلى عربي 21 البرهان يقول التطبيع مهم لرفعنا من قائمة الإرهاب والعسكر بادرو أيضا من ضمن العنوين لقاء بين البرهان والمهدي والموقع يفرد الحديثة تحت هذا العنوان حول شرط المهدي للتطبيع انتحاري يفجر نفسه بعد ملاحقته جنوب تركيا وأردغان يعلق مشروع بين أبو ظبي والاحتلال لفتح معبر من إيلات إلى جدة غضب السيسي يطال رجاله بالانتخابات وصعود للوطن الجديد ماذا تحمل تصريحات لافروف عن قوة تركيا وروسيا بملف ليبيا أيضا ماذا تغير في العراق بعد عام كامل على احتجاجات الخامس والعشرين من أكتوبر ومتظاهرون أرمان حاول اقتحام السفارة التركية في العاصمة اللبنانية بيروت ننتقل الآن إلى آخر المواقع لدينا وهو موقع بي بي سي عربي البرهان ينفي خضوع السودان لابتزاز أمريكي بشأن التطبيع مع إسرائيل ومجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين مرشحة ترامب في المحكمة العليا كيف تجمع حركة الشباب إيرادات أكثر من الحكومة في الصومالة مشاهدين بهذه العنوين نصل إلى ختام جولة الصحافة لهذا اليوم نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم الجديد لكم خلال هذه الحلقة شكرا وهذه أطيب المناة في أمان الله اشتركوا في القناة